وبذات المناسبة بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمناسبة الاحتفال بعيد العمال في البرقية أعرب مدبولي عن تقديم أسمى آية التهاني القلبية وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التي نحتفل فيها بعيد العمال وبهذه المناسبة جدد رئيس الوزراء العهد للرئيس السيسي على بذل الحكومة المزيد من الجهد والعطاء كي تتمكن مصر الحبيبة تحت قيادته من استكمال مسيرة النهضة التنووية